مرحبا برج السرطان أهلا فيكم بشكل عام برج السرطان إنسان جدا متواضع جدا حبيب جدا كيوت والأهم من ذلك كله هذا إنسان أبدا ما يهم الماضي تبعك وكما يهم مثلا إذا سبق لك الأرتباط سبق لك الانفصال عندك أبناء من زواج آخر هذا الشخص أبدا ليست لدي عقدة اجتماعية خاطئة أبدا وهذا شيء جدا ممتاز لأنه راح يأتي في طريقك وأشوف إنه ما يهتم بالماضي تبعك وما يحكم عليك من أجل الماضي تبعك وهذا شيء جدا إيجابي أول شيء راح أجاوبه هني برج السرطان ما هي راح تكون على الأغلب حروف اسمها عندنا حرف الهاء الحروف الأخيرة في الأبجدية حرف الهاء حرف الميم أيضا تكرر عندي وحرف اللام برجة هذا شخص طاقته أهوائية عندنا هنا برج الحوت موجود الأبراج المائية موجودة بقوة في قراءتك الحوت العقرب ولكن الميزان أيضا موجود الأبراج الهوائية والميزان موجودين لأنه طابعة جدا هادئ صح هادئ بس التقشر الحليم إذا غضب ما يغضب هذا الشخص هو الفضاضة إذا شاف مثلا أحد قاعد يصرخ على شخص ثاني أو أحد قاعد يعامل شخص آخر بشكل غير لطيف هذا الشخص يستفز هذا النوع من الفضاضة والتعامل ولكن غير عندي إنسان جدا هادئ وأحصابه هادئة وجدا كيوت خلينا نشوف وقت اللقاء بينكم هذا الكرت يقول لي وقت اللقاء رح يكون على الأغلب دائما في ثالث أسبوع من الشهر أو بيكون في آخر جزء من السنة يعني مثلا نقسم السنة إلى أربعة أجزاء كل جزء في السنة يكون ثلاثة الشهر صح؟ بيكون في الثلث الأخير في الثلث الأخير من الشهر أو في الثلث الأخير من السنة أوكي لأنه نحن على وشك إنه نغلق لحين ما انتهت عندنا السنة لحين ما انتهت الشهر بس قريب إنه ندخل في الشهر الجديد هذا هي الطاقة اللي أمامي وعلى الأغلب بيكون وقت اللقاء بينكم هو وقت أنت يا برج السرطان عندك موعد عندك موعد في مكان معين موعد من أجل الزيارة أو موعد من أجل علاجك أو علاج أحد عزيز عليك ممكن يكون في المستشفى ممكن أن تكون موعد لزيارة أحد الأقرباء أحد الأشخاص فهني أنت على الأغلب أنت اللي يا برج السرطان عندك موعد قاعد تحضر من أجل هذا الموعد أوكي هذا بخصوص وقت اللقاء خلينا نشوف الحين مكان اللقاء وين رح يكون أول شي رح أوصف لكم الوضع أشوفك أنت يا برج السرطان معاك أحد في هذا الوقت في هذا اللقاء أنت معاك أحد وهو رح يكون لحالة احتمالنا قاعد واقف قاعد أشوفه واقف واقف وراء شيء إما واقف جنب سيارة أو وراء سيارة جنب طاولة إذا بيكون مثلا مستشفى جنب طاولة أو وراء حاجز وطاولة أنا مثلا رح يكون هو الصيدلي أو هو فني المختبر أو هو الطبيبة والممرض ففي حاجز جسدي حاجز فيزيكيلياني موجود لما يكون وقت اللقاء هو قاعد يستند عليه أو واقف وراء أتمنى أن يكون وصلت الفكرة خلنا نشوف حين مكان اللقاء على الأغلب هنا عندكم أنتو موعد لزيارة أشخاص من أجل تعزية مناسبة دينية أو أيضا موعد مستشفى من أجل المراجعة مراجعة روتينية إذا مو من أجلك بتكون من أجل أحد قريب منك أو صديق إليك وقاعد تذهب معهم وترافقهم إلى هذا الموعد هذا هو مكان اللقاء لأن أشوفه هو في هذا اللقاء كأنه ما أيضا ينتظر أحد من أجل أن يساعده ولابس كوت ممكن يكون الكوت الأبيض طبع التمريض طبع الصيدلة لابس كوت أبيض موصفات شكله في هذا الكرت وهذا إذا تلاحظون في هذا الكرت هاي الطاقة اللي خبرتكم عنها برج السرطان هو رح يكون لابس لبس شبه رسمي من أجل أن يخدم الناس موجود من أجل أن يساعد الناس يخدم الناس يرشد الناس حتى احتمال كبير أنه يكون هذا مكان عمله أو مكان انتظاره نزيل ملابس رسمية على الأغلب يعتمد على بلدكم اللون يغلب عليه الأبيض أو الألوان المحايدة يعتمد على بلدكم يمكن يكون لابس كوت الطب أو التمريض أو لابس الثوب اللي يلبسونه في دول الخليج فيعتمد هنا على البلد أوكي مواصفات شكله بعيدة عن ما يلبس هذا شخص يميل لونه إلى الفاتح حنطي أو أبيض على الأغلب أبيض لو صاير حنطي بيكون من الشمس أوكي وسيم شعره أسود غامق عنده شامة ولكن هاي الشامة صحب أنك تلاحظها بوجه السرطان لأن هاي الشامة قريبة من شعره قريبة من جبهته من رأسه أو قريبة من أصابع يده فهني بعض الأشخاص عندهم شامات في منطقة في منطقة شوي مخفية هذا من أحد علاماته لو أنت بتلاحظها لابس شيء رياضي إما الحذاء اللي لابسنا وقتها بيكون رياضي نعم صح لابس ملابس رسمية أو الكوت الرسمي ولكن إما الساعة اللي لابسنها رياضية أو الحذاء في شيء رياضي في لبسه خالط اللباس الرسمي مع اللباس الكجولة والرياضي إن زين في شيء رمادي أيضا في ملابسه احتمال الحذاء وانت بكرامة وقت لكم وقت لكم أيضا احتمال إنه أهوى ولا ما خبرتكم احتمال كبير إن يكون هذا الشخص يلبس نظارة نظارة طبية ولكن مو شرط واحتمال جدا كبير انزين خلنا نشوف الحين أطباعة ماذا رح يكون انطباعك عنه أول ما تلتقون هذا شخص هو بطبيعته العادية شديد الحياة أو منطوي على نفسه ولكن شوفوا لأنه عنده نوع من التناقض لأنه جدا يحب أن يساعد الآخرين فحبه لمساعدة الآخرين يخليه يتكلم ويتكلم بشكل أكثر من المعتاد على الأقل بالنسبة لهو فتشوفه دائما يتكلم ويشرح كريم في أنه يشرح للآخرين مكان شيء معين مثلا توصلون فتسألون عن منزل شخص فلاني أو تسألون عن غرفة دكتور فلاني أو طريقة أخذ دواء معين فهذا الشخص راح يتشوفونه جدا كريم في أنه يشرح أنزين بشوش جدا لطيف في الكلام لطيف كلامه صوته جدا هادئ أنزين ولكن يحب أن يتكلم معه خصوصا كبار السن جدا يحب أن يتكلم معهم لأنه هو مقرب من أجداده الموجودين أنزين خدوم متواضع لا يحب لا ينجذب للشخص اللي أنت حسك برجة سرطان أول وقت اللقاء يمكن راح يكون في أحد آخر في المكان امرأة أخرى لباسها أفضل شكلها أفضل مثلا جذابة أكثر راح تنظر وتعتقد أنه راح يساعدها بشكل أفضل لأنه بشكلها يمكن مميز أو جذاب هذا الشيء أبدا غير صحيح مع هذا الشخص هذا الشخص لا ينجذب إلى المظاهر لا ينجذب إلى الشكل لا ينجذب إلى العطر ينجذب إلى روح الشخص لما تركو روحك من داخل جميلة مرتاحة لطيفة طيبة راح يحس بالتوائم أو توافق شي سمونا تآلف تآلف سريع معاك جدا جدا يحب الكلام معك بار السن واحتمال كبير أنه أول وقت لقائكم أول مرة راح يكون لأنه عندك أحد شوي كبير السن أو أنت برفقة أحد الوالدين فتشوف أنه يشرح لهم يخرج حتى يبتعد عن الحاجز اللي هو موجود جنبه ويتعنى أن يشرح لهم أو يأخذهم إلى المكان أنزل ذكي إنسان ذكي يملك شهادة جامعية متعلم أنزل هذه هي أطباعة برج السرطان خلا نشوف ماذا سيقدم لك قبل الزواج بشكل عام هذا شخص ماديا غير محتاج أعطيك فكرة عن وضعه حتى بعيد أو قبل أن تلتقي فيه هذا شخص يأتي من أسرة جيدة أسرة لا تم ما عندهم أي قلق مادي على الأقل أقل تقدير راح تكون متوسطة متوسطة المستوى فهذه الأشخاص ليس عليهم ديون ليس عليهم متاعب مادية ليس عليهم ويأتون من عائلة كانت تملك أشوفهم الكثير من المنازل يعني جدهم أو والدهم يملك الكثير من المنازل ملك فلذلك تشوفهم مرتاحين ماديا لأن أسسهم نفسهم من زمان هو أيضا يعمل وعمل ممتاز كصيدلي أو كطبيب أو كممرض أو كصيدلاني فعمل أيضا فيه دخل جدا محترم ولكن بما أني قلت لك هذه المعلومة هذا شخص لا أهوى ولا حتى أسرته لا تهمهم المادة بالنسبة لهم غير ضروري ولا حتى يشعرون بالراحة مع الأشخاص اللي تهمهم المادة أو تهمهم المظاهر بشكل طبيعي لا ينجذبون لهم فبما أني عطيتك هذا المعلومة هني رح أقول لك شون رح يقدم لك لأنه أساسا شخص لا تهمه المظاهر والمادة فهني أشوف أنه رح يقدم لك الأشياء في البداية الأشياء المتعارف عليها الضرورية ومنها المهر ومنها شبكة الزواج ولكن مثلا لما تروح تاخذ اختار شبكة الزواج مع هذا الشخص اختار الشيء الطبيعي المتعارف عليه المقبول لا تروح في الأشياء اللي جدا أسعارها مرتفعة لأنه في بيئتها عنده رح يكون في علامة استفهام طلبات مثلا مادية زائدة نعم في بعض الزواجات الزوج والزوجة أو الأشخاص المرتبطين ينجح في هذا الوضع لأنه أثين هم يحبون المادة وأثين هم يحبون المظاهر هذا الشخص لا يحب المظاهر وإن كان يملك المادة بالعكس يحب التواضع يحب الشيء البسيط الراقي الناعم اللي ما يخرج عن المتعارف عليه فهنين ماذا سيقدم لك قبل الزواج رح يقدم لك كل محبته ومحبة أسرته نعم زين لأن هذا الشخص هو قريب من أهله وأنت بالذات هذا لين الأسرة إذا دخلت عليهم لن تدخل عليهم برج السرطان باعتبارك شريك لابنهم لأ انت تدخل عليهم باعتبارك خلاص فرد جديد من العائلة غريبين من بعض بهذا الشكل ويعتبرونك بهذا الشكل فأهله رح يكونون أهلك بعد فترة قصيرة هذا هي طبيعة العلاقة وهذا هو ما يقدم لك هذا الشخص وهذا الزواج رح يشجعك على إكمال التعليم أو على الأقل حتى لو انت كملت تعليمك ولا ترغب في الدراسة رح يشجعك على أن تعمل على أن يكون لك هوية خاصة حتى بعيدا عنه هذا الشخص لا يرغب بأن يضعك في قفص ذهبي ويبعدك عن الناس أبدا ورح يشجعك أصلا لأنه نشوفه علاقتهم مطيدة علاقة بأفراد أسرة قريبة وجدا ممتازة مثالية حتى فرح يشجعك حتى أنت على أن تصبح أقرب مع أهله ومع أهلك حتى مع أهلك رح دائما نشجعك على زيارتهم على صلة الرحم على حتى أن تأخذ لهم الهدايا أو تذكرهم شيء من الأشياء عرفتوا؟ تساعدهم وقبل الزواج بالذاتة هنا مع هذا الشخص رح دائما يحرص أنه أنت عندك موبايل وإنترنت مثلا لو اخترب موبايلك هذا الشخص رح طبيعته يأتي لك بموبايل جديد بباقة إنترنت عشان يحرص أنه ما يستطيع التواصل معك يحب أنه دائما يكون فيه طول اليوم تواصل رسائل بينك وبينها مثلا في الواتس أب دائما يسأل عنك ويعرف أنت وين وين رح تروح شنون رح يكون يومك ما هو برنامجك هذا الشخص رح يكون قريب منك أوكي؟ المهر اللي رح يقدمه لك معقول الشبك اللي رح يقدمه لك معقولة لا شيء مادي يعني يخرج عن العقل والمنطق على حسب عرفكم اللي متوافقين عليه نزيل؟ الزواج نفسه رح يكون مرموق المستقبل اللي أمامكم مرموق لأنه هو شخص جدا متعلم وله مستقبل باهر خلنا نشوف الحين أسرة هذا الشخص شريكك القادم في طريقك هذا آخر ابن لم يتزوج وأصغر لأنه هو أصغر ابن لحد الآن موجود في البيت ولم يتزوج في العائلة كل أخوانه وأخوته الكبار تزوجوا وأغلبهم خارج المنزل ما عدا هو بحكم سنة سنة رح يكون قريب من سنك أو حتى أصغر منك بسنة سنتين لأنه قتلك هذا شخص لو تذكر في القراءة مساعة قتلك هذا شخص لا يهتم بأن بالأشياء التقليدية الأفكار التقليدية أنه دائما مثلا المرأة لازم تكون أصغر من الرجل دائما لأني أعزب ولم يسبق لي الارتباط فلازم أرتبط بمثلا امرأة لم يسبق لها الارتباط أبدا ما عندهم خصوصا هو ما عندها هاي الأفكار الرجعية التقليدية الكثير من المجتمع يكونون يتبنونها بس مو هو فهذا الطاقة تشجع لو قلتولي مثلا أنا والله من برج السرطان مطلقة أو أرملة أو سنة شوي كبير عادي مثلا أنه يكون هنا سنة 35 وهو سنة 29 و28 أبدا ما عندهم ما رح يكون في مشكلة أمامكم من أجل الارتباط خصوصا عنده هو رح يكون متمسك فيك وما رح يكون سبب من أجل أن يترك العلاقة انزل خلنا نشوف الحين وين راح تعيشوا رح يكون لديكم خيارات لا تنسون أن هذه عائلة تملك الكثير من الملك المنازل كذا عقار شوف كل العقارات أو المنازل اللي يملكونها قريبة من بعض يعني منزل وقريب مننا أيضا يملكون بسان أو مزرعة وقريب مننا أيضا يملكون بيت الجد وبيت آخر كلها تقريبا في نفس المنطقة نزين فبخصوص السكن نصيحتي لك وإن كنت رح تملك معا خيارات برج السرطان تستطيع أن تسكنون خارج في مثلا شقة مستقلة أو تستطيعون تسكنون في بيت من ملكهم أو حتى تسكنون مع أهله هذا الشخص رح يفيدك كثيرا أنه في البداية تسكن قريب من أهله يمكن معاهم في نفس المنزل لأنه منزلهم أشوفه كبير وأخواته كانوا الكبار قبله سكنوا في المنزل لأنه في أقصى مخصصة لكل شخص لكل ابن من أبنائهم فسكنوا فيه ولكن بعدين استقلوا في منازل خاصة فيهم بعد عدة سنوات أشجعك أنه أنت تسلك نفس الدرب نفي البداية تسكن مع أهله لأنه فعلا أهله رح يصيرون قريبين منك مثل أهلك ورح يفيدك الارتباط معهم وأنه تكون قريب منهم لأنهم أشخاص مفيدين غير مؤذين نزل حتى في علاقتك مع الشريك وبعد فترة تقدر شوي شوي أنه يمكن تسعى على أن يكون بيتك مستقل بعيد ولكن تعرفون هذه المرحلة أفضل أنه تأتي بعد الأبناء بعد ما تكبر الأسرة ولكن أمامك خيارات مع هذا الشخص نزل ورح يعطيك هنا أيضا خيار بأنه أنت تعيد تأثيف مكان موجود لديهم أصلا عقار موجود لديهم أصلا من قبل شقة موجودة في بيتهم أو منزل قريب آخر من منزلهم لديك خيار أن تعيد تجديد هذا المكان وتسكن فيه انزل خلنا نشوف الحين ماذا سيحب فيك هذا الشخص ماذا سيعلق فيك قلت لكم هذا الشخص ينظر إلى روحك لا ينظر إلى شكلك أو جسدك أو هذا المظاهر فهني ماذا سيحب فيك رح يكون الاحترام اللطافة نفس الأشياء اللي هو تشوفها في أطباعة إذا شافها فيك رح يحبها مساعدة الآخرين يحس أن قلبك طيب ما يحب طاقة الشك ما يحب طاقة فضاضة اللسان ما يحب طاقة أي طاقة سلبية ما يحبها هذا الشخص رح بسرعة تشوفه يستجيه بشكل سريع إذا كانت طاقتك هجابية بشكل عام وإذا كانت طاقتك سلبية رح يهرب بشكل سريع أيضا ما عنده تحمل لأي شيء سلبي انزلين يحب إخلاصك لأهلك إن أنت تكون قريب وتحترم تحترم الأهل واي الضروري عنده تحترم أهلك وأهله تعامل بشكل جيد أهلك وأهله قريب منهم من أهلك وأهله واي الضروري عنده وقلت لكم ما يفرق معاه لأنه هذا ثلاثة فما يفرق معاه أنه سبق لك الارتباط أو سبق لك الزواج أو عندك حتى أبناء من زواج سابق أو أرملة أو مطلقة ما يفرق معاه ما راح يكون هذا هو السبب اللي من أجله يقرر أنه يرتبط أو يقرر أنه يبتعد أبدا ولا حتى أهله ما راح يكون فيه معارضة من هذا القبل ولكن فيه شيء لازم أقوله برج السرطان عشان يكونني بفعلا بلغت الرسالة مع هذا الشخص هذا الشخص لا تستطيع إذا أنت روحك كانت مريضة تعبانة تعبانة تمر بمرحلة سلبية ما تستطيع أن تخدعه بأن تخليه يعتقد العكس أنه أنت إنسان جيد وإنت إنسان سيء مثلا أن أنت إنسان قلبك طيب ولكن في الحقيقة قلبك متشائم حتى حتى التشائم خليه يبتعد عنك ترى فضروري أنه تجهز نفسك تجهز نفسيتك وقلبك حتى قبل أن يدخل حياتك والحين بسحب لكم كارت عشان نشوف هل راح يكون من منطقتك أو منطقة أخرى من دولتك أو من دولة أخرى هذا الكارت عندنا طاح برج السرطان راح يكون على الأغلب من مدينة أخرى أكبر من مدينتكم مجاورة لكم قريبة منكم من نفس الدولة ولكن أكبر منكم من عائلة أيضا كبيرة ومرموقة وحتى المدينة نفسها جدا كبيرة أنتوا اللي راح تكون مدينتكم أصغر أو على الأقل مدينة مهيمنة أكثر مهيمنة أكثر إما مثلا في البزنس أو مهيمنة أكثر في عدد المستشفيات المكان اللي يأتي منه عندهم هيمنة في شيء معين مثلا كل المستشفيات والأطباء الجيدين في منطقتهم أو كل الأسر الكبيرة الغنية العريقة موجودة في منطقتهم أنت تكون تأتيم منطقة أقل منهم في توفر مثلا المستشفيات وقال منهم سكنيا أوكي منطقة مثلا منطقتك برج السرطان غالية منطقتهم تكون أرخص في امتلاك المنزل أو العكس أوكي منطقة السرطان غالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر